بعد توتر شهدته حدود سربيا وكوسوفو أواخر الشهر الماضي بادرت الأطراف الدولية والاتحاد الأوروبي لدعوة قادة الدولتين الأوروبيتين للاجتماع وجها لوجه بغية تهدئة الأوضاع واستعادة الثقة والعلاقات الجيدة سوف تبقى سربيا ملتزمة بالقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة وكل ما وقعناه في بروكسل نحتاج كل الدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والعالم لبناء دولة ديمقراطية في كوسوفو ووقف أعمال العنف الحالية الاتحاد الأوروبي حث البلدين على ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الكاملة ووضع حد للأعمال العدائية عقدنا اجتماعاً لإدارة الأزمة ولم يكن اجتماعاً عادياً هدفنا تهدئة الوضع على الأرض والتركيز على المضي قدماً في التطبيع الشامل للعلاقة بين كوسوفو وصربيا لتجنب أي تصعيد وتأتي هذه اللقاءات بعد احتجاجات وقعت مؤخراً عندما أعلنت حكومة كوسوفو أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو وهو القرار الذي تم التراجع عنه لاحقاً كما هو متوقع هذا اللقاء كان رفيع المستوى بين كوسوفو وصربيا لكنه لم يأتي بنتائج ملموسة بعد ومع ذلك يجب علينا أن نكون إيجابيين قليلاً وندع الدبلوماسيين القيام بعملهم والأهم الأخذ بالاعتبار ما الخطوات اللاحقة ومن المهم أن يبقى الطرفان واقعيان في طرحهما وكانت حكومة كوسوفو قد أعلنت استقلالها عام 2008 بعد تدخل قوات حلف النيتو حيث وقعت صربيا وكوسوفو في عام 2013 اتفاقية تطبيعاً للعلاقات بين البلدين وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حينها بالتاريخية يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه اللقاءات بين صربيا وكوسوفو لسحب الفتيل من برميل البرود وقطع الطريق على أي ممارسات عدوانية قد تنذر بعودة حرب لم تندمل جروحها بعد باسل الطناني تيارتي عربي بروكسل